في ركن منزلها في ولاية ألاسكا تكدس الأم إيرينا فيفيلوفا كل ذكرياتها وتاريخها كتب دينية روسية خط بعضها باليد زوجها الراحل وشعارات مسيحية جنبا إلى جنب مع صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي ركن يختزل حكاية قرية نيكولايفسك وسكانها الثلاثمائة المتحدرين من أصول روسية مع وصول الشيوعيين إلى الحكم في روسيا بدأوا يداهمون الأكواخ ويصادرون كل المحاصيل نساؤنا كنا يبكينا ويسألنا الجنود كيف سنطعم أطفالنا فيردون ارموهم للكلاب وسيأكلونهم أهلنا فروا من روسيا ولجأوا إلى الصين أنا ولدت هناك ومن ثم أجبرنا على الفرار مجددا لنفس الأسباب وتوجهنا إلى البرازيل ومن ثم إلى ولاية أوريغون الأمريكية وهكذا انتهى الحال بمن يعرفون بطائفة قدام المؤمنين الذين انشقوا عن الكنيسة الأرتوذكسية الروسية قبل أربعة قرون في الولايات المتحدة وتابع بعضهم مثل عائلة إيرينا الترحالة إلى أن استقروا قبل حوالي نصف قرن في نيكولايفسك بألاسكا حيث الصيد الوفير والأراضي الشاسعة لقد بنينا أكثر من مئة قارب صيد تزال صالحة وبالكاد تظهر عليها أثر الاستخدام وينتمي دانيس إلى الجيل القديم من طائفة قدام المؤمنين في البلدة فهو قدم إلى نيكولايفسك طفلا رفقة والده الذي كان كاهن البلدة ولدا فهو يتحدث الروسية والسلافية القديمة بطلاقة دون أن يزعزع هذا انتماءه الأمريكي بالطبع أنا أمريكي أما الأجيال الجديدة من أطفال القرية فيفضلون اللغة الإنجليزية